السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين عزيزي المشاهدات حلقة جديدة اليوم تكملة لحلقات النادي الأهلي المصري نتحدث اليوم عن تاريخ النادي الأهلي وبداية البطولات والمشاركات تأسس النادي الأهلي في بدايات 1907 وعام 1916 كان التأسيس في هذا الوقت وطرحه عمر لطفي بيك وهو صاحب فكرة تأسيس النادي في العقد الأول من القرن وقد تولدت الفكرة في ذهنه خلال رئاسته لنادي طلبة المدارس العليا الذي أنشئ عام 1905 ذلك أنه اعتبر أن تأسيس نادي طلبة المدارس العليا سياسيا بالدرجة الأولى ووجد أن هؤلاء الطلبة بحاجة إلى ناد رياضي يجمعهم لقضاء وقت الفراغ وممارسة الرياضة فقام بعرض فكرة إنشاء النادي على مجموعة من أصدقائه الذين تحمسوا للفكرة كثيرا وكان على رأسهم مصطفى كامل ويؤسس إثر ذلك النادي الأهلي عام 1907 ويعتبر النادي الأهلي أول نادي للمصريين في مصر وأيضا طلعت حرب ضامن النادي الأهلي لدى البنك الأهلي المصري والمساهم بمئة جنيه لإنشاء النادي كما أيضا سعد زغلول الرئيس الشرفي الأول للنادي الأهلي وتنازل عمر لطفي بيك عن شرف المنصب التاريخي لرئيس النادي الأهلي الأول لصالح الإنجليزي ميشيل إينيس الذي كان مستشارا بوزارة المالية أنذاك وذلك لتيسير عملية الدعم المالي للنادي وعقد أول اجتماع رسمي لمجلس إدارة النادي في 24 إبريل عام 1907 واجتمعت اللجنة في الخامسة والنصف مساء بمنزل ميشيل إينيس بالجيزة برئاسته وعضوية كل من إدريس بيك راغب وإسماعيل سري باشا وأمين سامي باشا وعمر لطفي بيك ومحمد فندي شريف سكرتيرا وتمت الموافقة على تأسيس النادي وترح إسماعيل سري باشا خلال الاجتماع الرسم الذي صممه للمبنى الرئيسي للنادي باعتباره مهندس معماريا وفي نفس الجلسة عرض عمر لطفي بيك عقد الشركة ووافق المجتمعون من المؤسسين على إنشاء الشركة وهي شركة مدنية باسم النادي الأهلي للألعاب الرياضية وطرحت أسهم الشركة بقيمة خمسة جنيهات للسهم الواحد وقد كان هدف شركة النادي الأهلي عند تأسيسها جمع مبلغ خمسة آلاف جنيه إلا أنه جمع مبلغ ثلاثة آلاف مية خمسة وستين جنيه على مدى عام ولم يكن ذلك المبلغ كافيا مما دفع النادي إلى اقتراض ألف جنيه من البنك الأهلي المصري في مارس عام 1908 وذلك بضمان عمر سلطان بيك وإدريس راغب وطلعت حرب الذي ساهم بمئة جنيه في إنشاء النادي وقررت الجمعية العمومية للنادي التي كان رئيسها الأول شرفيا هو سعد زغلول وزير المعارف وهو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا ووقتها لأول مرة اختار اسم النادي الأهلي للرياضة البدنية وكان أمين سامي باشا أول من اقترح هذا الاسم وسمي الأهلي بهذا الاسم لأنه نشأ لخدم الطلبة وخريجي المدارس العليا والذين كانوا الداعمة الأساسية للثورة ضد الاحتلال البريطاني لمصر ولذلك نشأ وطنيا مصريا لللم شمل الشباب المصري وفي يوم 2 إبريل عام 1908 تنحى ميشيل إينيس عن منصب رئيس النادي وعين عزيز عزة باشا رئيسا بدلا منه ليصبح بذلك أول رئيس مصري لمجلس إدارة النادي الأهلي وقيم حفل الافتتاح الرسمي للنادي الأهلي في المبنى الرئيسي للنادي عام 1909 في 26 فبراير وقد حضر الإنجليزي ميشيل إينيس الحفل بعد أن تمت دعوته رغم استقالته وعودته لبلاده رسميا رغم أن لعبة كرة القدم لم تكن من أهداف مؤسس النادي الأهلي حيث كان الدفع هو نادي مصري يفتح أبوابه لطلبة المدارس العليا للاجتماع وممارسة الحوارات السياسية والوطنية إلا أن خريجين مدارس العليا من أعضاء النادي قد أحبوا لعبة كرة القدم مما دفع الأهلي لبناء أول ملعب كرة قدم عام 1909 وكانوا يطلقون عليه وقتها الحوش وهي كلمة عامية من اللهجية المصرية تعني الفناء باللغة العربية وتطور ملعب الكرة بالأهلي على مر السنوات حتى أصبح بمسماته الحالي ملعب مختار التوتش وجاءت اللحظة التاريخية عندما تأسس أول فريق كرة قدم رسمي يمثل النادي الأهلي في عام 1911 وتكون الفريق تكون الفريق من بين لعب المدارس الابتدائية والثانوية الذين كانوا يمارسون الكرة في الحوش الترابي الذي أنشئ عام 1909 في أرض النادي وجاءت أسماء أول لاعبين للنادي الأهلي كالآتي حسين فوزي، إبراهيم عثمان، محمد بكري، سليمان فايق، حسن محمد أحمد فؤاد أنور، حسين حجازي، وعبد الفتاح طاهر، وفؤاد درويش، وحسين منصور، وإبراهيم فهمي وكان نجم هذا الفريق هو المهاجم حسين حجازي أحد مؤسسي الاتحاد المصري لكرة القدم فيما بعد أما كابتن الفريق فكان أحمد فؤاد أنور أول كابتن في تاريخ الأهلي نأتي الآن إلى بدايات المشاركات والبطلات من عام 1917 حتى عام 1966 ففي عام 1917 وفي بادرة تهدف لإظهار قوة الأندية المصرية أمام فرق الحلفاء العسكرية التي أسستها بريطانيا في مصر وافق النادي الأهلي على التعاون مع النادي المختلط وهو نادي الزمالك حاليا والذي كان تحت سيطرة الأجانب آنذاك من خلال إقامة مباراة على أرض كل فريق تنافس فيها قطبة الكرة المصرية لأول مرة وكانت المباراة الأولى في يوم 9 فبراير عام 1917 على ملعب الزمالك وفاز الأهلي واحد صفر بهدف سجله عبد الحميد محرم ليخلد اسمه في التاريخ سجلات الكرة المصرية كأول هداف للقمة وقيمت مباراة العودة في مارس على ملعب الحوش وفاز المختلط الزمالك بنفس النتيجة وفي نوفمبر من نفس العام قام الأهلي بتأسيس شعاره الأول وفي عام 1918 جاءت المشاركة الرسمية الأولى للنادي حيث أنه وبعد أن رفض الأهلي التنافس مع أندية الحلفاء الأجنبية على بطولة كأس السلطان حسين في نسختها الأولى عام 1917 قررت إدارة النادي مشاركة الفريق في بطولة عام 1918 وقبل انطلاق البطولة تقدم ست لاعبين بطلب لترك النادي للانضمام لفريق آخر فما كان من إدارة الأهلي بقيادة عبدالخالق ثروة إلا قبول الاستقالة الجماعية مع قرار يمنع اللاعبين الستة من دخول النادي لمدة عام وكانت النتيجة أن تراجع أربع لاعبين من الستة عن الطلب مع تقديم اعتذار لإدارة النادي التي سمحت بعودتهم لصفوف الفريق وساهم النادي الأهلي مع أندية المختلط الزمالك والسك الحديد والاتحاد السكندري والمصري البلسعيدي في تشكيل أول منتخب كراوي لمصر يشارك في أولمبياد أنتيروب عام 1920 رغم إصرار إنجليو بولونكاي رئيس الاتحاد الرياضي المختلط وقتها والذي كان يدير الرياضة كلها في مصر على التدخل في اختيار المنتخب وبالفعل نجحت مقاومة الفرق المصرية وقام نجم الأهلي حسين حجازي بدور كبير في تكوين الفريق الذي ساهم لعبو الأهلي في أكثر من نصف قوامه بالإضافة للاعبي المختلط الزمالك والسك الحديد والترسنة وخسر المنتخب أولى مبارياته بصعوبة 2-1 أمام إيطاليا ولكنه هزم يغسلافيا 4-2 ليحصل على المركز الثامن وسجل المنتخب في هذه البطولة خمسة أهداف أربعة منها من إنضاء لعبي الأهلي حيث سجل سيد أبوظا هدفين وزكي عثمان وحسين حجازي لكل منهما هدف كما ساهم الأهلي أيضا في تأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم فبينما كانت الكرة المصرية تعاني في بداياتها من تدخلات بريطانيا السياسية حيث أسس ما سمي بالاتحاد المختلط في عام 1910 ثم الاتحاد المصري الإنجليزي في عام 1916 ولم تكن الأندية الوطنية وعلى رأسها الأهلي راضية على هذا الوضع إذ كان لابد من الاتحاد المصري خاص بهم وفي أواخر عام 1921 اجتمع مندبو أندية الأهلي والمختلط الزمالك والسك الحديد والعباسية والقاهرة والاتحاد السكندري وأسس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جعفر وليباشا وبعد مجهود شخصي من حسين حجازي وساهم الأهلي بشكل فعال في تأسيس الاتحاد المصري للتنس عام 1923 وحدثت نقلة كبيرة في نشاط اللعبة داخل النادي منذ ذلك الحين وقد انتخب في عضوية اتحاد التنس من أعضاء الأهلي كل من حسين عنان ومحمد رجدي وكامل البنداري وجاء عام 1922 وعين جعفر وليباشا رئيسا للأهلي ليستمر في قيادة النادي مدة 18 عام وهي المدة الأطول لأي رئيس جاء في تاريخ النادي حتى الآن وفي نفس العام دخلت الكهرباء للنادي الأهلي لأول مرة وكان ذلك واحدا من مشروعات النادي الكبرى حيث كان النادي يضاء بالفوانيس والغاز منذ تأسيسه حتى دخول الكهرباء وتكلف دخول الكهرباء 52 جنيه ليحتفل بذلك الأعضاء احتفالا كبيرا كما شهد عام 1922 حدثا كبيرا في تاريخ الأهلي الكاروي حيث انضم محمود مختار أو كما يشتهر بين الجميع باسم مختار التاتش لصفوف الفريق ولعب أول مباراة ضد فريق التيران الإنجليزي في كأس السلطان حسين مسجلا حدف الفوز في المباراة التي انتهت اثنان واحد لصالح الأهلي وأصبح مختار التاتش فيما بعد واحدا من أساطير النادي وفي عام 1923 أدخل الأهلي بقيادة التاتش أول بطولة لخزانة النادي عندما حقق كأس السلطان حسين متفوقا على المختلط الزمالك حامل اللقب أهنذاك ثم أضاف بعد ذلك ست ألقاب أخرى من تلك البطولة ليكون صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز حتى آخر نسخة عام 1938 وأول خطوة في طريق الأهلي للمجد كانت في إبريل عام 1923 عندما اقتنص الفريق الكأس لأول مرة بالفوز على فريق دارغونز المكون من أعضاء الجيش البريطاني وفاز الأهلي بالمباراة اثنان واحد بهدف أحمد مختار وخليل حسني لتنطلق احتفالات تاريخية لم تشهدها مصر من قبل حيث قامت مظاهرة شعبية من ملعب المباراة بالعباسية وحتى مقر النادي الأهلي بالجزيرة وحمل جمهور الأهلي لاعبيه على الأعناق في شوارع القاهرة احتفالا بالفوز على الإنجليز والذي اعتبره الكثيرون انتصارا للوطنية حيث حرست المظاهرة على المرور أمام تكنات الجيش البريطاني في قصر النيل حتى يشهدها الإنجليز وبعد عام واحد من الفوز بلقب كأس السلطان حسين فاز الأهلي بكأس مصر كأس الأمير فاروق حينها عام 1924 لأول مرة بانتصاره على السكة الحديد أربعة واحد في إياب المباراة النهائية وبعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي وسجل مختار التش هدفين كما سجل كلا من أحمد مختار وخليل حسني هدفا لكل لعب حقق الأهلي بطولة دوري منطقة القاهرة للمرة الأولى في نسختها الثانية وعام 1925 ليبدأ مسير التفوق استمرت حتى آخر نسخة من البطولة وعام 1958 حيث وصل عدد مرات فوز الأهلي بالبطولة إلى 15 مرة وضعته في مقدمة الأندية الحاصلة عليها ثم أضاف الأهلي لقبه الثاني من بطولة كأس السلطان حسين بالفوز على الاتحاد السكندري أربعة واحد في النهائي وفي مباراة سجل فيها سيد أبوضى هاتريك وبعد أيام قليلة عدد الأهلي ليهزم الاتحاد مجددا 3-0 في إياب كأس مصر والذي سجل فيه سيد أبوضى هدفا إلى جانب ثنائية حسين حجازي وبدأ ذلك أحقق الأهلي الثلاثية المحلية لأول مرة في تاريخ أندية مصر بفوز بمجمع بطولات مواسم 1924 و25 وفي عام 26 صدر قرار جريء من الجمعية العمومية للنادي بأن لا يقبل النادي في عضويته إلا المصريين وحقق الأهلي في نفس العام لقب كأس السلطان حسين للمرة الثالثة منتصرا على الترسنة 1-0 في النهائي وكانت أهمية هذا اللقب أنه أعطى الأهلي الأفضلية على المختلط عفوا الزمالك صاحب أكبر عدد من الألقاب في تلك البطولة أنذاك فأصبح الأهلي في المقدمة ولم يتنازل عن الرقم القياسي لعدد مرات الفوز حتى آخر نصخة من البطولة عام 1938 وفي عام 1927 حقق الأهلي لقب كأس السلطان حسين بعد الفوز عافي النهائي على فريق الخيال البريطاني بهدفين سجل هما حسين حجازي وممدوح زقر كما فاز أيضا بكأس مصري على حسب المصري البرسعيدي بنتيجة 5-0 وسجل الهدف كل من حسين حجازي بهدفين ومختار التاتش بهدفين وممدوح مختار بهدف وحيد كما فاز أيضا بدور منطقة القاهرة في هذا الموسم ليحقق بذلك الثلاثية الثانية في تاريخي هكذا انتهت حلقة اليوم وإلى لقاء في حلقة جديدة إن شاء الله